بعيدا عن نتيجة وهزيمة مباراة البنين أطلق الناخب الوطني جمال بالماضي أولى إشاراته لانتلاق طورة التغيير في بيت المنتقب من خلال إنهاء سياسة اللعب بالإسم فقط دون تقديم المطلوب فوق أرضية الميدان محمد ناجب هنا عهد اللعب المضمون قد ولمع الناخب الوطني جمال بالماضي الذي يبدو أنه أشار إلى بعض اللاعبين بصفة المنتهي إشارة قرئت بين أسطور قرارات بالماضي الذي يكون قد بعث برسائل واضحة أن حان وقت تغيير الوجوه ليبدل بوقت يلعب فيه الجهزون بعيدا عن الأسماء ونواديهم حين يجلس النجم الأول في المنتخب الوطني رياض محلز على مقاعد البدلاء وحين تمنح الفرصة للعيب نشبان في صورة والناس وغازال فتلك هي إشارة التغيير التي تروح عقل الرجل الأول على رأس العائلة الفنية لمحاربية الصحراء بالمضي الذي أعاد روح اللاعب لجسد المنتخب يصر على بعث نفس جديدة في أسماعيل بعدما أثبتت أخرى أنها أضحت منتهية قرية إعادة بعد روح التنافس داخل التشكيلة معناه أن اللاعب أكثر جاهزية والأكثر تنافسا هو اللي راح يلعب رسالة لكل اللاعبين ما كانت ضامن مكانته في التشكيلة الوطنية اليوم المدرب الوطني شاف بروس الإفنقية وشاف أن بعض اللاعبين ما قدروش لحد الساعة أنهم يفرضوا نفسهم قررت بالماضي تعكس نهاية صلاحية البعض ومعها بداية صلاحية البعض الآخر لكن السؤال إذا كان التغيير فما هو البديل؟